قررت الحكومة نظاماً معدلاً لنظام الضريبة الخاصة تم بموجبه خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعدياً على الشرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائية إذا أصبحت نسبة الضريبة على المركبات الكهربائية التي يتراوح سعرها بين 11 ألفاً و 25 ألفاً 40% و 55% نسبة الضريبة للفئات الأغلى كما أصبحت الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد 60% لمناقشة التعديلات والحديث عن هذا الموضوع نرحب بالخبير الاقتصادي حسام عايش صباح الخير أستاذ حسام صباح النور سيدي سنتابع أراء الشارع الأردني بما يخص هذه التعديلات ونعود لنستكمل حديثنا والله هذا ليس بوقته ولا هو بمكانه لأن الشعب الأردني كله اتجه على سيارات الكهرباء عشان يوفر على حاله شوي من رفعة البنزين من غالة البنزين وللأسف الحكومة كانت إله بالمرصاد على طول رفعوا له السعر عشان إيش؟ أسه أنت بدأك تشتري سيارة كهرباء ولا بدأك تشتري سيارة بنزين؟ محتارة أسه شو بدك تسوي؟ البنزين غالي والكهرباء غالي أسه ما فيش إش رخيص القرار أثر مش بس على سيارة الكهرباء السوق كله يعني الهايبرد البنزين كله عم بيغلوا أسعاره التجار وفي منهم ما عم بيقبل يبيع أصلا يعني بيقولك لا مستنى تطبيق القرار بعدين من قرر إيش السعر اللي بدنا نبيع فيه حتى الأديمة اللي مجمركة وجاهزة وخالصة يعني برأيي القرار مستعجلت فيه الحكومة الوضع الاقتصادي والوضع الحالي ما بتحمل رفعة أسعار والله يقرار غير موفق يعني بالنسبة أنك تجار سيارات أو مستوردين المواطن بيدفع كل التكلفة هاي كاملة المواطن بده سيارات كهرباء المواطن يعني من الآخر طفران بده إيش يوفرها حاله فالحكومة ما يشي قرارات ضد المواطن بشكل عام صراحة قرار جدا سيئ على القليلة ما أعطوا لأي مؤشرات ما أعطوا أي تعليمات إنه للشعب على القليلة بديش أحكي لك للتجار للشعب إنه إحنا والله هاي السيارات راح ترتفع لو قلت للتجار على القليلة كان جمركو بعد هيك القرار بصدر على السيارات اللي راح تنزلها تشتريها جديد انت كتاجر مش والله مثلا أنا سيارة عندي محطوطة بالمعرض فجأة هيك سعرها بدي يزيد له أربع خمس تلاف أقل سيارة من العشر تلاف هاي اللي بتنزل عليهم فما فوق هاي البسيطة جدا لسا أنا بحكي لك بالمبدأ اللي سيارات زادت سبعة عشر ألف وطمانتعشر ألف وعشرين ألف طب هذا القرار بيوم وليلة إنت تنفذه طب على القليلة بس بعطيهم هيك ذم إنه أنا والله فعليا راح أعطي هيك راح أصدر هيك قرار ليش الحكومة لما تشوف المواطن بلش يوفر يوفر على نفسه يدور إيش فيه إشي اقتصادي يشتريه ويبلش الطلب يصير على هذا الشيء سواء كانت سيارات ولا غيرها إنت تيجي ترفع عليه السعر أعود إليك أستاذ حسام برأيك ما هي المبررات لهذه التعديلات ما الداعي لهذا الرفع صباح الكير في الحقيقة أن الحكومة أعطت المبررات هي أرادت تقول أنه الهدف أنه ما يكون فيه يعني تجار يكسبون على حساب تجار آخرين وبالتالي حاولت أن تخلق لواء من العدالة في السوق ولذلك رفعت الضريب عوض أن تبحث عن وسائل أخرى دائما في الأردن وفي دول أخرى مشابهة تتغير السياسات والأنظمة والرسوم الجمركية والضريبية باستمرار ما يؤدي إلى عدم استقرار لا في التشريعات ولا في الاستثمارات ولا في قدرة الناس على التكيف مع المطلبات الجديدة وبالتالي هذا يؤثر في النتيجة النهائية على الاستقرار سواء الاستثماري أو المعيشي 30% من التشريعات الأردنية تتعدل في أول سنتين من إقرارها وكما يقول البنك الدولي فإن ذلك عائد إلى ضعف التنبؤ المستقبلي وعائد إلى انخفاض جودة التشريعات بحد ذاتها والحكومة كما قالت في هذا العام فأنه لا ضرائب ولا رفع لضرائب لكنها جاءت وقبيل تشكيل حكومة جديدة لكي ترفع هذه الضرائب على السيارات حيث توجه الناس للسيارات الكهربائية ما سيؤدي إلى جملة من المشكلات سيقل الإقبال على السيارات الكهربائية لن يزيد الإقبال على السيارات الإحتراق الداخلي وأيضاً لن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار المشتقات المفطية إذن لدينا مشكلة في كيفية اتخاذ قرارات إن عكاساتها الأخرى من الواضحة أنها إما لم تكن محسوبة أو أنه لم يؤخذ بها طيب يعني يقول أحدهم إن كل هذا القرار لأن الحكومة يعني قلت إراداتها من بيع المحلوقات بسبب توجه شريحة واسعة من الناس إلى سيارات بداية هايبرد ثم إلى سيارات الكهرباء كيف يمكن أن نقنع هذا الشخص أن الهدف ليس تعويض المردود بسبب بيع المحلوقات يا سيدي هو صحيح لكنها عندما رفعت الضرائب والرسوم على الاتصالات وعلى الهواتف لم تكن يعني إراداتها قد انخفضت وإنما حاولت أن تبحث عن مصدر جديد للإرادات لزيادتها صحيح أن التحول نحو سيارات كهربائية لا شك أنه سيقلل من الإرادات أو من الضرائب التي تجنيها الحكومة من المشتقات النفطية وربما هي الآن خفضت حوالي 5-6-7% عما كانت عليه بسبب التحول نحو سيارات كهربائية لكن مع ذلك الإرادات العامة للمجتمع من تحسن البيئة من تقليل التلوث المناخي وإلى آخره هذا لم يحسب من ضمن الإرادات العامة التي يفترض أن تأخذ طبعا لم يحسب لأنه بذات التعديلات تم تخفيض الضريبة المفروضة على سيارات البنزين نعم ولذلك هي محاولة لتوجيه الناس نحو سيارات البنزين وهذا أمر في منتهى الغرابي القرار وابح نعم ومع ذلك من الصعوبة المكان أن تقنع المواطنين والمستهلكين بالتوجه نحو سلعة نجمها يأفل يعني قاعدة تراجع حصتها السوقية في مقابل سلعة هي سلعة المستقبل وبالتالي يعني هذا نوع من التذاكي غير المطلوب من الحكومات الناس أوعى من ذلك والناس تعرف مصلحتها فيما الحكومة دائما في مشكلة كبيرة هي مشكلة التحيز للزمن الحاضر الحكومات تتحيز للزمن الحاضر بمعنى هي ترغب بإنجازات في زمنها وليس إنجازات في زمن غيرها ولذلك تتخذ قرارات في بعض الحالات يكون يعني قرارات مسعرة تسعر ما هو العائد الذي سيعود الحكومة من هذا القرار اليوم تتخذه وحتى لو أن تكاليفه في المستقبل ستكون أكبر من هذا العائد يعني رفع الضريبة على السيارات ربما برأي العديد هو قرار غير مبرر نهائيا بما يخص الدخان والأرقيلة وكذا هو قرار مبرر وله مبررات صحية أما بمخص السيارات كيف سينعكس هذا القرار على سوق السيارات في الأردن نعم جودة أي قرار أي تشريع هو بأنه يضع خطة زمنية للتحول نحوه أو للعمل به يعني يفترض هذه القرارات تقول خلال ثلاث أو خمس سنوات سيكون لدينا رفع ضرائب على السيارات الكهربائية تتخذ الناس قراراتها ليس كل الناس مقدورهم أن يشتروا السيارة في الوقت الحاضر ربما يفضلون شراءها بعد سنتين ثلاث جوز أسعار عليها أو الضريبة عليها مرتفعة لكن إمكانياته في الوقت في المستقبل أكبر في شراءها من اليوم بمعنى أنه قادر على التخطيط من أجل التعامل مع حالة مستقبلية إنما أن نعمل يعني شكل من أشكال الكماء للناس يذهبون لشراء السيارات ثم على الطريق هناك حاجز يقف لهم وكلهم في عليكم ضريبة في الحقيقة أنه ليس عملا اقتصاديا ذا جودة أو ذا عائد حقيقية أو ذا بعد نظر وبالتالي لا يجوز كلما توجه الناس إلى جهة معينة تلاحقهم الحكومة لكي تفرض عليهم المزيد من الكلف مفهوم أن يكون هناك أيضا إرادات أو ضرائب لكن مع ذلك يفترض أن يكون ضمن خطة معروفة ومالا لا مسبقا سيد حسام بما يخص هذه الضرائب في حكومة سابقة تم فرض ضريبة على مركبات الهايبرد وكانت تصاعدية بعد مفاوضات وتزيد على مدى ثلاث سنوات وفي أول عام من فرض هذه الضريبة بحسب أرقام هيئة المستثمرين والمناطق الحرن خفضت أرقام التخليص على المركبات بشكل كبير فبالتالي بالمحصلة خسرت الحكومة الإراد أو جزء كبير من الإراد الذي كان يأتيها اليوم ماذا تتوقع؟ الحكومة هل ستربح بإراداتها من سيارات البنزين والديزل أم لا؟ هي بالتأكيد لن تعدل القرارات الجديدة من الإرادات الضائعة بالنسبة للحكومة وبالتالي الخسارة ستكون للحكومة وخسارة الحكومة الحقيقة هي خسارة لجميع الناس يعني عندما تخسر هذه الإرادات يزيد العدس في الموازنة تزداد الديون تزداد الفوائد على الديون تقتطع هذه الفوائد وأقصاطها من الإرادات المحلية التي تجنيها الحكومة تقل الخدمات تقل جودتها يقل التوسع فيها وبالتالي ندفع جميعا ثمن هذا التراجع لكن يفترض أن يكون لدينا خطط بديلة أدوات جديدة أفكار تتناسب مع الأفكار الذكية للمجتمع الذي تسعى إليه الحكومة ولكن هذه كلها سياسات تقليدية سيدي ماذا تتوقع للتخليص على سيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين؟ يعني في العام 23 ارتفع التخليص في نسبة 146% في نصف الأول من هذا العام 66% أعتقادي أنه من بعد هذا القرار ربما سينخفض بنفس النسب التي ارتفع إليها أقله في نصف الأول من هذا العام وبالتالي سيكون هناك تراجع كبير في التخليص على السيارات الكهربائية وحتى في الإرادات التي كانت تحصل عليها الحكومة من قبل يعني العشرة في المئة ربما حتى لن تحصل عليها أو بالشكل الذي كانت تحصل عليه سابقا معنى أنها بهذا القرار خسرت حتى جزء من العشرة في المئة الذي كانت تحصل عليه لذلك الإشكالية أن تجار السيارات في الحقيقة هم الآن في مأزق الحكومة لن تحصل إرادات المتوقعة وتجار السيارات العادية لن يبيعوا سياراتهم بنفس المستوى السابق لن يرتفع الطلب على سيارات البنزين والتخليص عليها لا أعتقد أنه الناس تتوجه إلى سيارات البنزين أولا بغض النظر أن تخفيض الرسوم عليها أسعارها مرتفعة ثانيا يعني الناس ذهبت إلى سيارات كهربائية لأسباب تتعلق بالكلفي يعني الكلفي هناك من يتحدث عن 100 دينار إلى 200 دينار من التوفير الشهري وهذا بالنسبة للمواطن الأردني توفير كبير جدا يعني بعد مرات قد يصل 10-20 أو 30% من إجمال دخله قام بتوفيره وربما أكثر من ذلك إذن نحن نتحدث عن توفير من استخدام سيارات كهربائية وبالتالي لن يتحول المواطن مرة أخرى والعالم كله سنة 2030 إلى 2035 لن يكون هناك سيارات تعمل بالاحتراق الداخلي أو بالمنزين ولذلك كيف يمكن أن نشتري سيارة؟ بالعادي نحن نشتري سيارة تخدم 10-15 سنة لدى الأسرة فأنا أبدأ أشتري سيارة وتحول إلى قردان بعد سنوات؟ طبعا لكن هذا التوفير فعليا يتحقق شهريا ويساعد الأسر الأردنية في استكمال مصاريف الشهرية لها بعد التحول إلى الكهرباء بدلا عن البنزين لكن اليوم وبعد أن ارتفعت السيارات بما لا يقل عن 5000 دينار لكل سيارة هذا في أدنى المستويات هل ما زال هذا خيارا يفكر فيه الأردني لكي يتحول إلى السيارات الكهربائية؟ خلينا نفكر في الأمر بصورة أخرى هذا القرار ربما أعطى المستهلك فرصة لأن يتريد في شراء السيارات سيارات كهربائية آني لأنها تتطور باستمرار تتغير مكوناتها البطاريات المتعلقة فيها وبالتالي أنا لن أشتري سيارة أدفع 5 أو 7 أو 8000 دينار فيما يمكن أن أنتظر قليلا لأشتري في العام القادم سيارة أفضل بمواصفات أفضل ربما بنفس السعر بمعنى أنه ربما حول معظم السيارات الموجودة في السوق الكهربائية إلى سيارات حتى خارج التفكير بشراءها هذا أولا ثانيا المشكلة في أنه إحنا أثرنا بهذا القرار على كثير من الخدمات في السوق يعني جزء من السيارات التي تعمل بالتطبيقات الذكية ربما تتأثر بهذا القرار أيضا خدمات التوصيل حيث تستخدم سيارات كربائية في الكثير من الحالات وهي آمنة بالكياس إلى المتورساكلات ربما سيقل الإقبال عليها أو ترتفع كلفة عمليات التوصيل هذا يؤثر ربما على توظيف حتى عاملين جدد والأهم أنه لو أخذنا العام الماضي 2023 13.3 مليار دينار إجمالي قروض الأفراد من البنوك قروض السكنية تراجعت 17.6% القروض الشخصية تراجعت 33% قروض السيارات ارتفعت 16.5% بمعنى أن الإقبال على قروض السيارات الكهربائية ارتفع بشكل كبير 81 مليار دينار إجمالي قروض السيارات إذن نحن نتحدث أيضا عن حتى القطاع المصرفي سيتأثر وبالتالي الحراك في السوق الحراك الاقتصادي التجاري سيتأثر بهذا القرار لكن برضو من المهم أن ننتبه إلى أنه بالجانب الآخر وربما لم تنتبه لها الحكومة لكن من الضروري أن نشير إله يعني السيارات الكهربائية ليس شرطا أنها تحسن في البيئة لأن مصدر شحن هذه السيارات الكهربائية الطاقة الكهربائية وكيف يولدها يتم توليدها بالغاز حتى الأفين معظم بحوالي 76% إلى 70% بالغاز بمعنى أنه ما زال مصدرا أحفوريا ولذلك زياد الطلب على السيارات الكهربائية كما يقول كثيرون إذا لم يرافقه تحول في توليد الطاقة إلى طاقة نظيفة فإن النتائج لن تكون بمثل التوقع طيب هذا القرار الحكومي برفع أسعار نتحدث عن أسعار المركبات الكهربائية والهايبرد هل راعة قضايا البيئة الانبعاث الحراري الانبعاث الكربون الالتزامات الأردن في مؤتمر المناخ كوب هل راعة الأمور المتعلقة في البيئة في الأردن هو حقيقة اتخاذ هذا القرار يعني وكأننا في حل من الالتزامات السابقة وأي دولة تتخذ سياسات مناخية تدعم السيارات الكهربائية يعني قانون التضخم في بلاد المتحدي كان معناه النهائي دعم السكان الأهالي الأسر الأفراد لشراء سيارات كهربائية 7500 دولار لكل من يشتري سيارة كهربائية بمعنى أن واحدة من أدوات حتى مكافعة التضخم كانت التوجه نحو السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على البنزين أن يعني توجه الناس بصورة مباشرة مرة أخرى إلى السيارات التي تستهلك البنزين معنى ذلك أن البيئة ليست أولوية كبيرة بالنسبة للحكومة طيب سيدي هل خطت الحكومة بهذه التعديلات خطوة إلى الخلف هو لا شك أنها يعني من الواضح تراجعت عما كانت تبشر به رفعنا أسعار الفائدة في الأردن والتبرير كان لمواجهة التضخم انخفض التضخم إلى 1.73% وما زالت أسعار الفائدة مرتفعة وذلك كثير من المتبررات بالحقيقة لها أسباب أخرى يعني كثير من القرارات لها أسباب أخرى غير معلنة وأحياناً التبرير يكون يعني لو لم يأتي أفضل من أن تحدث عنه الحكومة لأن فيه نوع من التذاكي غير موفق وكأن المواطنين يعني مجموعة من الناس الذين لا يستمعون إلا للحكومة لكن من الواضح أن في ذلك تراجع وربما أن استراتيجية الأردن 2050 للحياذ الكربوني لن تتحقق من الواضح وبالتالي تجد الحكومات أن هذا أحد مصادر الدخل للتعويض من جهة ولزيادة الإرادات أيضاً من جهة أخرى مشكلتنا إذن مهم جداً أن نقرأ من هذا القرار أن الأداء الاقتصادي لم يكن قادراً في هذه الظروف ونتفهم جزءاً منها فيما يتعلق بالحرب على غزة لم يكن قادراً على تحقيق فرضيات الموازنة فيما يتعلق لزيادة الإرادات المحلية بشكل عام والإرادات الضريبية بشكل خاص لكن أنت أعدمت جزءاً من إراداتك عندما رفعت الضرائب نعم هو أعدمها لكن سلمها لحكومة جديدة للتعامل معها بمعنى أن هذه القرارات إذا لم تكن القرارات لا تأخذ هل يجب أن تتراجع الحكومة المقبلة عن هذا القرار؟ هذا القرار يجب اقتصادياً نعم يجب إعادة دراستو على الحكومة الجديدة التي تتعامل مع مجلس نواب جديد أن يكون لديها أفكار جديدة أدوات جديدة سياسات جديدة لأنه لا يجوز أن تظل القرارات تدور بنفس الوتيرة وبنفس الحيز بمعنى آخر وكأنه لا يوجد ابتكار أو إبداع في البحث عن مصادر للدخل أو في سياسات التي يفترض أن نتخذها لكي يتعامل مع المستقبل أيضاً نعم يعني مستقبل السيارات الكهربائية وسيارات الهايبرد وسيارات التقليدية فلنسميها ما زال مجهولاً حالة تخبط في الأسواق ولا نعلم إلى أين ذاهب لكن السوق بحسب كل مؤشرات ذاهب إلى هبوط سوق سيارات كهربائية نعم كما أن سوق سيارات العادية لن يتحسن لكن أسعار البلزين ستظل مرتفعة أنا أبدأ أشكر وجودك معنا الخبيل الاقتصادي حسام عايش شكراً جزيلاً لك أهلاً وسهلاً